يا مساء الفل والهنة تعالوا نراجع شوية لحظات كده كنا بنحس فيها ببهجة وسعادة وزي عادتنا بنقعد ندور هو احنا كان إيه اللي بيسعدنا وحبينه قوي في اللحظات دي ولما بنشوفها تاني ساعات نشوفها بعين مختلفة ونشوف ناس يمكن ما كناش واخدين بنا منهم قوي أو ناس ما كانوش تحت النور قوي في اللحظة دي وكنا احنا عاملين فوكس في حتة لكن تبص تلاقي عناصر البهجة اللي كانت في المشهد ده ما هياش بس صنع الشخص اللي احنا بصين عليه بس لأ ده كان فيه عناصر تانية بتساعد وتقدم لك الوجبة مكتملة تماما أحد الناس دول يعني عيشنا معه سنين كان صاحب بهجة خاصة بيه جدا ما كانش يعني حريس قوي انه يبقى في فيش قوي في يعني على الرأس مش عارف ايه ولا يظهر ولا أنا اسمي مش عارف ايه ما كانش عنده الظواهر اللي من النوع ده يعني كان يسعد جدا بانه يشترك في عمل ويشيل عبء انه الضحك يتعمل مظبوط جدا جدا ويحط لمساته هو جدا وقد يكون اللمبة كبيرة على حد جنبه هو مش فارق معاه هو بيلعب حتة المنطقة بتاعته اللي هو متمكن منها جدا واللي هو لو لها ما كانتش لطبخة وصلتنا بالجمال ده هذا الفنان اللي له طعم خاص جدا وحلاوة تخصه قوي هو الاستاذ محمود القلعوي اهلا 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 وسهلا ده انا متشكر قوي على الكلام الكبير قوي ده ليه يا اخويا كلام كبير في ايه لا ده حلو انا اعزر روح بقى كده